ونبقى في الجزائر وينضم إلينا منها الدكتور عبد الرازق صاغور المحلل السياسي دكتور عبد الرازق أتوقف معك عند نقطة تتعلق بعمل هيئة الحوار هيئة الحوار والوساطة مستمرة في عملها والتقت اليوم رئيس حزب جيل جديد رغم الاعتراض من الشارع على عملها من الأساس لا حقيقة أن هذه اللجنة رغم أن الحوار هو الحل الأمثل لأي أزمة لكن هذه اللجنة يبدو أنها تحاول جاهدة أن تختارق أو تقترب من الحراك لكن الحراك يرفضها رفضا مطلقا وبالتالي وجدت نفسها بين المطرقة والسندان السلطة لم تعطيها أيها مش من حرية أو على الأقل من أدوات يمكن لها من خلالها أن تجد غابولية لدرع العام والحراك يرفضها وبالتالي الآن تتناقش أو تتخاور مع أحزاب نستطيع أن نقول ليس لها أي تأثير على الحراك وليس لها أي تأثير على النظام وبالتالي الآن نجد أن اللجنة تراوح مكانها وهي في حلقة مفرغة هل تستطيع هذه اللجنة الآن أن تقنع أو تقتنع أو على الأقل أن تكسب رأي العام داخل الحراك فهذا من الصعب جدا إذن اليوم لما نتكلم على شروط التي تقدم من ذو ذاك هذه الشروط كانت قد رفضت من المؤسسة العسكرية جملة وتفصيلها إذن ما بقية لهذه اللجنة أنها أعتقد أنها تريد أعطاء الأنطباء بأنها تقوم بآمل أنها تقوم بحوار ولكن هذا الحوار يبدو أنه خارج السلم الحقيقي لإحل الإشكال طيب هي إذن تراهن على ماذا والوضع كذلك هل هي تراهن على الأحزاب لأن هذا ليس أول لقاء لها مع رؤساء أحزاب أو ممثل أحزاب هل هي تراهن على استقطاب الأحزاب في مقابل الحراك؟ لا هو الأحزاب السياسية في الجزائر على كل ينثبت بأنها غير موجودة وأنها مجرد أجهزة ولا تستهلات أعبئة الجماهير ولا القدرة على تعطير الجماهير ولا على أيضا إيجاد الحلول لأنها بكل بساطة أن الحراك ألغى كل الأدوار سواء للأحزاب أو للمجتمع المدني المنظم إذن اليوم نظن اللجنة إذا تراهن على الأحزاب في الأحزاب كانت موجودة أثناء الأزمة وقبل الأزمة وكانت موجودة في عهد متفلقة وما بعد متفلقة ولكن لم تستطع أن تفعل أي شيء لما جاء الحراك في الحراك جارف وأستطاع أن يأخذ كل شيء معه وبالتالي اليوم ليس هناك حل خارج الحراك مع المؤسسات الفعلية في الدولة لكن الحراك يا دكتور عبد الرازق يعني يعترض على عمل لجنة الحوار دون أن يقدم بديلا واضحا هذا صحيح أن الحراك في الحقيقة إلى منذ بدايته لم ينتظم في شكل تمثيل وبالتالي أصبح لا زال موجود يعني كضغط كبير الحراك في الحقيقة هو مجموعة من المطالب الحراك يستطيع أن نعرفه ونعبر عنه من خلال أنه هو المطالب التي تريد الإصلاحات الأميقة وبناء دولة جديدة دولة الحق والقانون إذن اليوم الحراك المطلب التاوي يعتقد أنه لم يتحقق بعد وبتري لا يريد من الأحزاب السياسية أو أي وسط أن يكون بينه وبين المستساء الفعلية التي هي لها القدرة على إعطاء الحلول إذن اليوم نظن هذه اللجنة موجودة على كلين بإمكانها التكلم مع الأحزاب السياسية بإمكانها التكلم مع المجتمع المدني ولكن في النهاية لا تستطيع إيجاد أي حل ولن تستطيع أن تكون مدينة لعلى الحراك شكرا جزيلا دكتور عبد رازق صاغور المحلل السياسي الجزائري من الجزائر